كان مستمعاً أن النادي الأهلي بيأخذ ماتش النهاردة للفوز يعني هو رافع شعار الفوز برغم أن نتيجة مبارات الذهاب كانت 4-0 وده نتيجة إلى حد ما مطمئنة ولكن النادي الأهلي عايز يحطم رقم قياس باسمه وعايز يوصل إن شاء الله للنهائي وتحقيق البطولة رقم 11 بإذن الله طبعاً الهدف الكبير أنه يوصل ويحقق البطولة إن شاء الله للـ 11 لكن أنت عندك أهداف يعني متتابعة يعني لما نوصل إن شاء الله للنهائي والبطولة ده ده الهدف الكبير لكن برضو أيضاً رغم أن أنت كسبان 4-0 هنا والنتيجة مطمئنة جداً وإن شاء الله أننا دي الأهلي في النهائي لكن ده ما يمنعش أنك أنت تلعب بكل جدية تاخد الأمور يعني بكل ترتيبات تبقى زي ما هي في أي ماتش أنت حتى كسبانه بنتيجة قليلة أو خسرانه أو كده لازم الإجراءات كلها تبقى ماشية في الطريق السليم وتاخد الأمور بجدية وتحاول تكسب لأنك أنت بتسجل تاريخ أنت كل ما تكسب ماتشات بتتضاف في تاريخك بتضاف النهائي الأهلي كسب كذا ماتش النهائي الأهلي كسب وفاق السطيف إحنا نحن كسبانين وفاق السطيف 3 مرات نكسبهم أربعة اللي لأ على عدد ماتشات البطولة الإفريقية كلها يقول لك الأهلي المساء ينكسب 150 ماتش وهكذا فأنت كل شوية لك أهداف صغيرة وللغاية لما توصل الهدف الكبير فالنهاردة إن شاء الله زي ما قلت لك أنا وجهة نظري كل ثقة في فرقة النادي الأهلي والنتيجة الكبيرة اللي حققوها بإذن اللي إحنا في النهائي ولكن برضو النهاردة من أهدافنا إن إحنا ما نطلعش خسرانين ونكسب اللقاء ولذلك أنا متصور إنه ممكن جدا تروح تلعب فرقة الوفاء السطيف من هناك من الأمام خالص داغت عادي لأنك النتيجة من دياك طمأنينة وأريحية غير لما كنت تبقى كسبان واحد صفر أو اتنين واحد زي ماتش الرجاء بقاليك حسابات صعبة شوية لكن الماتش نتيجته سهلت لمستر المسلماني واللعيبة إنه يعمل أي سناريوه عايزه عايز يضغط من قدام يقدر يضغط عايز يبتدي نص ملعب ويلعب على أجمة مرتدة يقدر يعمل كده يعني الكبر النتيجة والحمد لله كمان ما دخلش فيك أهداف نخليك عندك طمأنك تعمل أي حاجة فبالتوفيق إن شاء الله والنهار ده كمان نقدر نكسب ونأكد الفرق الكبيرة اللي بيننا وبين فرقة وفاء السطيف سواء على المستوى الجماعي سواء على المستوى الفردي سواء على المستوى اللعيبة الدوليين يعني كل الأمور في صلاحنا فإن شاء الله نعمل نتيجة كويسة ونصل للنهائي بكل إن شاء الله